تونس عاصمة عالمية للكتاب هذه الأيام 319 ناشرا يمثلون 23 دولة في المعرض الدولي للكتاب في دورته 35 المغرب حافظ على حضور مميز كما وكيفا المشاركة المغربية دائما تكون متميزة بحجم الإصدارات التقافية الجديدة لطبيعة الحل تتعرف جميع الميادين المعرفة عدد العنوين كانت تقريبا 450 عنوان جديد دي لها السنة هذه وبنسبة لدور النشر المشاركة بشكل فعلي كانت خمسة دي لدور النشر وعندنا مجموعة العنوين جديدة لفقط 30 عنوان هذه السنة ومختلف لأننا لم نحن اتجاه معين من ناحية النشر لدينا جميع الاتجاهات الفلسفة والتاريخ بتنوع إصداراته الجناح المغربي في معرض الكتاب كان جالبا لعشاق الكلمة والفكر المغرب عندها اسهمات مهمة في سياغة العقل العربي والعديد من الانتاجات المغربية مهمة بالنسبة إلينا لمتابعة تطور العقل العربي سواء كان في التجارب السابقة أو التجارب الحديث وكما قلت هي بداية لأن الاتلاع على مختلف الكتب مهم جدا أن نطلع على الانتاجات المغربية معرض تونس الدولي للكتاب موعد مقدس لعشاق المعرفة نقرأ لنعيش مرتين ما زال عنوانا للمعرض فيه الكثير من الحث على المطالعة لذلك أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد في افتتاح المعرض إجراءا في محاولة لتشجيع المطالعة سنضع مليون كتاب على ذمة وزارة التربية من وزارة الثقافية إلى وزارة التربية باش يكونوا على ذمة التلامذة في المكاتب وفي المعاهد باش معناها نحفزوا تلامذة ذمة باش يتعلعوا كذلك الصناعات إذن ديوستيك كيلتوري لكرياتيف نحبوا يكون برنامج للنهوض بالصناعات الثقافية هذه معناها حتى يكونوا قراب للقارئ الحريات الفردية والمساواة هو محور معرض تونس الدولي للكتاب هذا العام وفيه العشرات بين ندوات ولقاءات فكرية وفي المعرض كذلك تكريم لقامات الفكر من بينهم الروائي المغربي محمد بردة هل انحسر الكتاب في زاوية أمام الغزو الرقمي معرض تونس الدولي للكتاب يقول لا هو فك للحصار وإعادة مكان لخير جريس في الزمان فتح الفلحي قناة ميديان تيفي تونس